موسيقى لطالما ارتبطت لدينا الصحة الجسدية بممارسة الرياضة ليتمتع الفرد بصحة بدنية عالية تمكنه من ممارسة سائر أنشطته الحياتية بشكل جيد ولا تشمل الرياضة الجانب الجسدي فقط بل أيضا تشمل الصحة النفسية للفرد إذ يعتبر المشي بمثابة وسيلة تشتيت التركيز عن الأفكار السلبية مما يسمح بإيجاد بعض الهدوء والراحة وزيادة إفراز هرمون السعادة وتأكيدا على أهمية الرياضة في مختلف جوانب حياة الإنسان في الصحة والاستثمار والترويح ليتعدى ذلك إلى الوقاية من الانحرافات السلوكية وتحصين الشباب والنشأ ضد الجريمة والانحراف وتعاطي المخدرات جاء المؤتمر الصحفي للمؤتمر الدولي الأول للرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع وذلك من تنظيم جمعية الاجتماعيين في قصر الثقافة بالشارقة المؤتمر أهم الأهداف هو تنشئة الاجتماعية للشباب وكيفية أن نبحث عن بعض الأساليب والآليات التي نبرس فيها أهمية الرياضة فالوقت الراهن تبعا للجهات المختلفة التي تتكالب على عقول شبابنا من خلال السوشيال ميديا من خلال الظروف الواقعة حول الشباب بالتالي كان لابد أن يكون هناك نوع من أنواع الأليات الحديثة نستخدمها يأتي المؤتمر لمواكبة كل ما هو جديد ومستحدث في مجالات التنمية الاجتماعية ولتسليط الضوء على دور الرياضة كمنتج اجتماعي في مواجهة السلوكيات المضادة للمجتمع والبحث عن سبل الوقاية منها خلال الفترة من الواحد والعشرين إلى الثالث والعشرين من نوفا بريل جاري سنقوم إن شاء الله بتقديم ورشة نتكلم عن دور الإعلام في دعم السلوكيات الاجتماعية في المجال الرياضي ودائن كم هو محور وموضوع المؤتمر التي تقدمه جمعية الاجتماعيين لازم نقدم لها كل الشكر وكل التقدير على فكرة هذا المؤتمر الرياضة كأسدوب حياة تحسن من مستوى التكيف الشخصي والاجتماعي لأفراد المجتمع وتعزز حماية الأفراد من الجريمة وتنمي الأثر الإيجابي للرياضة في الصحة النفسية والاجتماعية متواصلين معكم مشاهدينا الكرام ونمسي بالخير على كل ما ننظم لمشاهدتنا في هذه اللحظات وللحديث أكثر حول ما تضمنه المؤتمر الصحفي الخاص بالمؤتمر الدولي الأول الرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع يسعدنا أن نرحب بالدكتور جاسم خليل ميرزا وهو رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين ورئيس المؤتمر مساء الخير دكتور يك الله أهلا وسهلا فيك وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة الله يسلم كالعفو دكتور دكتور قبل الحديث عن المؤتمر الصحفي والتفاصيل المؤتمر لو تحدثنا عن فكرة طرح الرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية للمجتمع وأهمية اختيار مثل هذا الطرح ليكون مؤتمر دولي نعم طبعا المؤتمر حقيقي تكلم عن اليوم كيفية الاستفادة من الرياضة كمنتج اجتماعي في حماية الأبناء ومن الانحراف من السلوكيات المعادية للمجتمع الفلسفة كلها تدور حول موضوع واحد وهو أنك إذا شغلت أوقات الفراغ لدى الشباب والناشئة والأطفال بالرياضة بالتأكيد أنت سوف تبعدهم عن المشاكل الاجتماعية تبعدهم عن الجريمة تبعدهم عن الانحراف ولذلك جاءت الفكرة أننا اليوم نشوف أبنائنا يتابعون الرياضة يعني اليوم في الوقت الحالي الشباب يتابع الرياضة ويتابعون أخبار الرياضة والأندية ومشاهير الرياضة يعني بأشكالهم ومختلف تخصاتهم وجنسياتهم لكن نحن نريد أن نقول اليوم الرياضة يجب أن تكون سلوك على الشاب أن يمارس الرياضة لأن اليوم الرياضة تؤدي للصحة الرياضة اليوم تؤدي لأنك تحفظ هذا الشاب من الانحراف تحفظه من السلوكيات المعادية للمجتمع ولذلك إن شاء الله نحن خلال ثلاث أيام قادمة لهذا المؤتمر من 21 إلى 23 لدينا أكثر من 35 بحث ودراسة تتحدث عن هذا الموضوع عن أهمية الرياضة في حماية الأبناء من السلوكيات المعادية ومن تخصات مختلفة لدينا في المجال التربوي لدينا في المجال الاجتماعي لدينا في مجال العلم النفس لدينا في مجال العلم الاجتماع كل هذه الدراسات وهذه التجارب موجودة اليوم على مستوى الواطن العربي وحتى اليوم على مستوى العالم كلها تؤكد بأن الرياضة منتج اجتماعي مهم ويمكن أن يساهم اليوم في حماية الأبناء من كافة الناحر اليوم عندنا مثلا نحن التعصب الرياضي نعم أنت عندك اليوم مثلا قضية الأخلاق في الرياضة الرياضة يجب أن يتميز بالأخلاق قبل أن يكون رياضي وأنا سمعت حقيقة مقولة جميلة لصاحب السمو حاكم الشارق الله يحفظها قال في واحدة من المناسبات قال إذا أردت أن تعرف أخلاق الإنسان خليه لعب رياضة وفعلا ترى اليوم الرياضي الذي لا يتميز بالأخلاق هذا موش رياضي نشوف الملاعب اليوم مثلا لاعب قد يغلط على حكم لاعب مثلا قد يتسبب في إذاء لاعب آخر بشكل عنيف وهكذا يعني فالرياضة أخلاق لذلك نحن يعني في هذا المؤتمر الحقيقة نستفيد من التجارب الميدانية والبحثية في كيفية الاستفادة من الرياضة في تعديل السلوك يعني عندنا الآن نحن تجارب على مستوى الإمارات مثلا عندنا من الأبحاث المهمة اليوم في هذا المؤتمر بحث يقدم من مركز إرادة للعاج والتأهيل يعالجون المتعافين من المخدرات بالرياضة وبالأنشطة الرياضية أنا شخصيا عندي دراسة أيضا تتكلم عن كيف نستفيد اليوم من الرياضة في المؤسسات العقابية المساجين اليوم هذا السجين اللي جالس تحت في أربع جدران هذا يحتاج لأنك أيضا تملي فراغة بالرياضة ودراسات موجودة صحيح فالفلسفة هذه حقيقة قد تكون جديدة ولكن هي موجودة نحن اليوم نطرحها في جمعية الاجتماعيين باعتبار نحن على ثقة بأن الرياضة يمكن أن تلعب دور كبير في حماية الأبناء من هذه السلوكيات المعادية جميل يعني هنا تكمن أهمية هذا الحدر نعم لكن في المقابل تسعون لتحقيق عدة أهداف وغايات من خلال تنظيم وإقامة مثل هذا المؤتمر ما هي أبرز هذه الأهداف شوف نحن الهدف الأساسي نحن لدينا رسالة ونريد أن نقول في هذه الرسالة بأن الرياضة منتج اجتماعي والرياضة اليوم لها قوة تأثير في المجتمع أنت تشوف اليوم كل العالم اليوم يتابع الرياضة وأخبار الرياضة ومشاهر الرياضة ودوريات العالم على مستوى العالم في الرياضات المختلفة رحي اليوم الرياضة أصبحت حقيقة رسالة يمكن أن تصل إلى كل طوائف المجتمع فلماذا لا نستفيد نحن من قوة الرياضة ومن تأثيرها اليوم في طرح مثل هذه المبادرات تجارب موجودة صحيح دولة عربية ودول أجنبية إن شاء الله كلهم يجتمعون تحت سق واحد في قصر الثقافة لمناقشة هذا الموضوع موضوع الرياضة في مواجهة السلوكيات المعادية لمجتمع بإذن الله تم الكشف عن مشاركة نخبة من العلماء المختصين الخبراء في المجالات المختلفة المجالات الرياضية الاجتماعية التربوية أبرز هؤلاء المشاركين دكتور نحن منذ أن طرحنا هذه الفكرة هذه الفكرة كانت من سنتين كنا نطرح هذا المؤتمر لكن جت ظروف كورونا وأزمة كورونا فأجلنا المؤتمر وكل فتر نأجل حتى يكون المؤتمر لايف لا يريد أن يكون أونلاين يكون مباشر الناس ملت الآن حضوري قصدك يكون حضوري ولذلك منذ أن أعلننا عن هذا المؤتمر جتنا الكثير حقيقة من المراسلات عن طريق الجامعات عن طريق الأندية عن طريق اليوم نحن في الإمارات حقيقة نحصل على دعم لوجستي كبير من المؤسسات الرياضية في دولة الإمارات على رأسهم اللجنة الأولمبية على رأسهم هيئة الرياضة على رأسهم مجلس الشارع الرياضي كل هذه المؤسسات الحقيقة تدعم مؤتمرنا من خلال الدعم اللوجستي هذا أولا ثانيا نحن خطبنا أيضا الجامعات عندنا علاقات كثيرة مع مؤسسات تعليمية مع جامعات مع كليات التربية الرياضية على مستوى الوطن العربي وبالتالي قدرنا حقيقة أن نصل إلى هذا الرقم جاءت نحن أكثر من 50 بحث جاءنا حقيقة لكن هذه البحوث طبعا تم تحكيمها وتم تصنيفها وتم أيضا فلترتها إلى أن وصلنا إلى 35 بحث وجدنا هذه البحوث من أفضل البحوث وأفضل العناوين التي يمكن أن تطرح في هذا المؤتمر جميل طيب بعد تصفيت هذه البحوث والوصول إلى هذا الرقم 50 بحث سيشارك 35 بحث سيشارك في هذا المؤتمر المؤتمر بهذا الشكل و بهذه الطروحات يقام للمرة الأولى دوليا صحيح نعم طيب يعني لو كذلك تحدثنا عن أبرز أوراق العمل التي سيتم طرحها في هذا المؤتمر دكتور شوفها عندي مثل ما قد تكلم عندي 12 محور المحاور تنقسم إلى مواضيع يعني عندنا مثلا نحن دراسات دراسات تتكلم عن العنف الرياضي دراسات تتكلم عن الرياضة في المؤسسات العقابية دراسات تتكلم عن الاستفادة من الرياضة في علاج المدمنين دراسات تتكلم عن الرياضة ودورها في الجانب النفسي والجانب الاجتماعي كل هذه الدراسات تم تصنيفها عبر محاور مثل ما قلت 12 محور وفي كل محور في عنا أربعة بحوث أو أربعة دراسات تناقش على مدى ثلاثة أيام وبالتالي هذه العنوين تم اختيارها بناء على أوراق العمل التي وصلت إلى اللجنة العلمية نحن لجنة علمية مشكلة وهذه اللجنة استلمت كل هذه البحوث وهذه الدراسات وصنفتها وحكمتها لأن هذا المؤتمر يعتبر مؤتمر علمي لماذا علمي؟ لأننا اليوم هذه المجلدات تنشر كل هذه البحوث مجلد خاص وهذا المجلد يستفاد مننا اليوم في الجامعات وخاصة الخبراء الذين يشاركون معنا هذه بحاجة طبعا إلى ترقيات الترقيات العلمية لن تتم إلا من خلال إذا كان هذا المؤتمر مؤتمر علمي محكم صحيح صحيح طيب ذكرت لي كذلك دكتور بأن لغاية الآن السبعة عشر دولة أعلنت مشاركتها معكم يعني هل بالإمكان أن نستعرض هذه الدول؟ والله يشوف نحن لو حسبتنا أننا الآن دول الخليج وعندنا في الوطن العربي عندنا مصر عندنا العراق عندنا ليبيا عندنا السودان عندنا السوريا عندنا أيضا الجزائر هذه البحوث جاءت من هناك عندنا أيضا على مستوى العالم عندنا بحث من روسيا وعندنا بحث من كندا هذه البحوث كلها يعني مثل ما قلت تم تصنيفها ووضعها في محاور وهذه المحاور إن شاء الله سوف يعني نعرضها في هذا المؤتمر على مدى ثلاث أيام يوم 21 إلى يوم 23 في قصر الثقافة ودعوة أيضا لكل من يريد من المهتمين من الشباب أن يحضر أهل وسالفي بإذن الله يعني لا شك بأن يعني مثل هذا المؤتمر سيعود بالنفع على المجتمع سواء يعني فئة الرياضيين أو التربويين على وجه الخصوص وباقي طبعا فئات المجتمع ككل يعني سؤالي إلى أي مدى سيعود هذا المؤتمر بالنفع من وجهة نظرك نشوف أنا أعتقد أن اليوم الحضور حضور المؤتمر وحضور جلاسات المؤتمر هذا في فائدة كبيرة بحيث أن الإنسان اليوم يطلع على الجديد في هذا العنوان لأنه عنوان جديد ويمكن أنني سألت أكثر من مرة أنتوا كيف قدرتوا تقحمون الرياضة في علم الاجتماع باعتبار أنتوا جمعية اجتماعيين فليش ما جبتوا مثلا موضوع اجتماعي فيها فائدة كبيرة لذلك اليوم الحضور مهم اثنين نحن في نهاية المؤتمر مثل ما قلت كل أوراق العمل وكل البحوث والدراسات بتكون متوفرة لمن يريد أن يحصل عليها بنحطها على موقع الجمعية وأيضا بتطبع في مجلد كبير وقد يوزع ويروح إلى الجامعات ويروح إلى المؤسسات التربوية والاجتماعية فالأوراق موجودة ومن يريد أن يستفيد أهلا وسهلا فيه يحضر جلساتنا أو يتواصل معنا في أي وقت بإذن الله إن شاء الله طيب يعني كذلك دكتور ذكرت بأن هذا المؤتمر الذي ستشارك من خلاله 17 دولة يستهدف الجميع ولكن هل من فئات محددة تستهدفونها دكتور يعني على وجه الخصوص نحن طبعا الذي يحضر المؤتمر الآن عندنا الخبراء والأساتذة والبروفيسورية اللي هم في هذا المجال في مجال الرياضة وفي مجال الاجتماع هذه لهم الحضور الرئيسيين بالإضافة إلى ذلك نحن إذن وجهنا الدعوة للأندية الرياضية إلى جمعيات النفع العام نريد أن نستقطب أكبر فئة اليوم من المجتمع وخاصة اليوم فئة الشباب لأن اليوم الرياضة الرياضة منتج اجتماعي يستفيد من الشباب نريد من الشاب حقيقة أن يمارس الرياضة وليس أن يتابع الرياضة هذا أولا ثانيا اليوم أبحاث التي سوف تعرض أيضا هي أبحاث علمية مقننة قام بإجراءها متخصصين وبالتالي الإنسان اللي يريد أن يستفيد يأتي ويجلس ويناقش ويأخذ البحوث والمجال مفتوح لكل فئات المجتمع كذلك لاحظت نقطة ذكرتها دكتور وهي في غاية الأهمية تتعلق بمثل هذه المؤتمرات والبحوث التي ستشارك بها هي من البحوث المعتمدة لأساتذة الجامعات فيما يخص البحوث المحكمة كما أطلقت عليه صحيح يعني أود التركيز على هذه النقطة شوف لما أقول بحوث محكمة اليوم مثلا أنا أستاذ في الجامعة لما أنشر بحث في مجلد أو مؤتمر محكم فهذا يحسب لي في الترقية العلمية لما أقول أنا مؤتمر محكم يعني هذه الأبحاث حكمت من قبل لجنة علمية يرأسها بروفيسور أستاذ دكتور نعم ولما تحكم هذه البحوث تنشر في مجلد خاص يسمونه مجلد المؤتمر المحكم أي اليوم باحث وأي أستاذ جامعة يريد أن يترقى من أستاذ مساعد إلى أستاذ أو إلى بروفيسور لما ينشر بحث في هذا المجلد يحسب له كبحث شارك فيه في المؤتمر الفلاني في المكان الفلاني في التاريخ الفلاني فيطلبون منه مثلا خمسة أبحاث يقدمها للجنة ترقيات تكون هذه الأبحاث ضمن أيضا لجنة الترقيات وضمن الأبحاث التي يقدمها للجنة الترقيات ولذلك قلنا نحن بحث محكم يعني نحن ما نقبل أوراق عمل عادية ما نقبل مثلا مداخلات عادية لازم يكون بحث علمي يخضع للمنهج العلمي المعروف في كتابة البحوث العلمية حرستم على ذلك دكتور طبعا طبعا يعني نحن مثل ما قلت عنا لجنة علمية يرأسها السادة الدكتور عبد العزيز المصطفى من المملكة العربية السعودية وعندنا أيضا دكتور عبد الرزاق عبد الجبار أيضا من أساتذة الرياضة في العراق أيضا وهو موجود في الإمارات هذه البحوث خضعت لتحكيم علمي دقيق وعندنا مثلا قلتك عدنا خمسين بحث جاءنا اعتذرنا أي بحث لا يخضع لمعايير البحث العلمي نرفضه صحيح حتى وصلنا إلى خمس ثلاثين بحث علمي محكم مقنن هذا إن شاء الله بيعرض في المؤتمر وأيضا بيطبع في مجلد المؤتمر بإذن الله كذلك على هامش هذا المؤتمر سيتم الإعلان عن عدد من المبادرات نعم نحن طبعا جمعية الاجتماعيين من أقدم جمعياتنا في العام الجمعية أشرت في تسعة أحد عش واحد وثمانين ما شاء الله يعني نحن في تسعة أحد عش المضى أكملنا أربعين عام من التأسيس ولذلك نحن نحتفل سنويا بيوم العمل الاجتماعي الإماراتي عنا مبادرة رئيسية طرحناها العام الماضي وهي مبادرة جائزة رواد العمل الاجتماعي هذه الجائزة في دورتها الأولى راحت إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد حرم صاحب السمو حاكم الشارقة باعتبارها حقيقة الشخصية الاجتماعية البارزة في العمل الاجتماعي ولها يعني دورها حقيقة في الجانب الاجتماعي والإنساني والتطوعي في هذا العام إن شاء الله الجائزة أيضا بتروح لشخصية أخرى وعنا شوية في هذه الجائزة مددنا شوية الفئات عنا ثلاث فئات بتكون شخصية الإماراتية وعنا شخصية داعمة وعنا المؤسسة الاجتماعية الخيرية اللي أيضا لها دور في العمل الاجتماعي في دولة الإمارات هذه الجائزة الأولى الجائزة الثانية بنطلقها أيضا هذا العام هي جائزة فتح عفان للعمل الاجتماعي والإنساني والتطوعي هذه الجائزة يرعاها المهندس فتح عفانه حقيقة نشكرها نحن لهذه المبادرة وبتكون جائزة سنوية وبنكرم فيها ست فئات بنكرم المتطوع الميداني بنكرم المتطوع الإيجابي بنكرم عميد الاجتماعيين بنكرم أيضا المتطوع الأكاديمي و بنكرم أفضل منصة أو لجنة في جمعية الاجتماعيين هذا النوع من الدعم و نقدمه أيضا للعاملين معنا في العمل الاجتماعي لأنه مثل ما قلنا عمل الاجتماعي عمل حقيقة تطوعي و ذلك لما يجب شخص يقدم لك وقته و يقدم لك جهده و يقدم لك فكرة يجب أن تكرم هذا الشخص حتى ولو بجائزة بسيطة فإن شاء الله هذه المبادرات نعلن عنها في حفظ الافتتاح يوم الأحد القادم إن شاء الله و بنكرم أيضا هذه الفئات مثل ما قلت وهم يستحقون ذلك بإذن الله كلمة ختمية توجهها لمتابعين حول هذا المبادر نحن أولا حقيقة باسمي و باسم أعظم مجلس الإدارة نشكر سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه الحقيقة اللامحدود لجمعية الاجتماعيين و يكفينا فخرا أن المؤتمر ينظم تحت رعاية السموه هذا فخر لنا حقيقة هذا أولا ثانيا نحن نشكر كل المؤسسات الرياضية الداعمة لجمعية الاجتماعيين و التي فعلا وقفت معنا منذ الإعلان إلى الآن نشكر أيضا هيئة الشارقة حقيقة الإذاعة و التلفزيون على جهودكم المقدرة في التغطية الإعلامية المتميزة حقيقة لهذا المؤتمر رسالتي في الأخيرة أقول أوجهها للشباب نقول الرياضة منتج اجتماعي و يجب أن نستفيد من هذا المنتج الاجتماعي من خلال الممارسة اليومية نريد أن تكون الرياضة يعني أسلوب حياة صحيح و هذا شيء مطلب أساسي لأن اليوم صحة الإنسان مرتبطة بالرياضة لا شك فكلما كانت الرياضة أسلوب في حياتك فأنت تنعم بالصحة والعافية والأمان لا شك الدكتور جاسم خليل ميرزا رئيس جمعية الاجتماعيين و رئيس المؤتمر شكرا جزيلا لك دكتور حياك الله كل التوفيق إن شاء الله شكرا إذن مشاهدين وصلنا إلى الختام دمتم في حفظ المولى و إلى اللقاء هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية اشتركوا في القناة